مهبل المرأة يمتص مادة معينة في السائل المنوي أثبتت الأبحاث الطبية أن المرأة تمتص مادة معينة موجودة في السائل المنوي كما تمتص بعض المواد الحيوية الأخرى التي لم تزل مجهولة وذلك بواسطة بدران مهبلها خلال نصف ساعة فقط وتقول هذه المواد في الدم لتطرح وتخرج مع هواء التنفس الزفيري ومع البول وقد ثبت للفاحصين المدققين أن هذه الرائحة تبقى فواحة وأن الهواء الزفيري للمرأة يظل مليئا بهذه الرائحة مدة ساعة أو ساعتين وأن المرأة تطارب جدا وتصاب بالضيق والدجر لدى استمرارها على استعمال موانع الحمل كالكبوت أو العزل أو ما شابه ذلك لأن الأعضاء التناسلية تكون بحالة احتقان وتهيج شديدين وأن انصباب السائل المنوي يخفف من هذا التوتر والاحتقان وينشر السكينة والهدوء على المرأة فيزول الكبوس عن صدرها وبدونه تبقى متوترة عصبية تبكي لأدفه الأسباب ولا تشعر بالراحة والطمأنينة لتفجر بركانها الجنسي وعدم ارتوائها الارتواء الكافي من هنا يفسر هذا ما للاتصال الجنسي الطبيعي من تأثير مقوم في النساء موسيقى